الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وبعوث رحمة للعالمين على آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله في هذه السلسلة المباركة في رحاب النبوة الصحابة المنسيون وقصصهم الملهمة نغوص أغوار السيرة النبوية لنعيد إحياء ذكرى هؤلاء الصحابة العظام الذين ساهموا بصمت في نسل الإسلام وترسيخ أركانه الحلقة الثالثة وبطنها أبو بصير الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد أي أن هذا الرجل سيشعر حربا لو كان معه من الرجال وقد كان عتبة ابن أسيد المشهور بكنيته أبو بصير بعد صرح الحديبية بقليل هاجر أبو بصير إلى المدينة خفية بعد أن تعذبته مكة عذابا شديدا وقد كان من أحد شروط صلح الحديبية أنه من جاء مؤمنا من مهادرا إلى المدينة من غير إذن وليه رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ومن جاء من المدينة إلى مكة مهاجرا لا يوده أهل مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما علم أهل مكة أن أبا بصير قد خرج مهاجرا في الليل كتبوا كتابا للنبي وعطوه لرجلين وانطلقوا خلف أبو بصير وما إن دخلا أبو بصير إلى المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بالرجلين خلفه يدفعون بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللبي صلى الله عليه وسلم ارجع معهم يا أبا بصير فإننا قوم لا نقدر موافقنا ولا ننقل معودنا فقال يا رسول الله أتعدوني معهم ليعذبوني ويفتنوني في ديني فقال له يا أبا بصير اذهب معهم وسيجعل الله لك مخرجا أنت وكل المصلافين في مكة فخرج أبا بصير معهم وهو حزين فما إن تعد عن المدينة بقليل حتى جلس الرجلين ليستريحا من تعب السفر وجلس معهم أبو بصير وهنا لمعت خط في عقل أبو بصير فماذا يمدع أحد هذين الرجلين ويقول له يبدو أنك فارس مغار وهذا الدليل أن سيفك لهمع بطار والله إنه سيف لم أرى مثله بدأ الرجل يقلب سيفه ويغطر في كلام قال نعم هذا السيف قد قتل وفعل وصال وجال وفعل كذا وكذا انظر انظر يا أبو بصير فدفع بالسيف إلى أبو بصير فما إن تمكن منه أبو بصير حتى قطع رأس هذا الرجل فخاف الرجل الآخر وولى هاربا متعورا إلى المدينة فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل المسجد قال إن هذا الرجل قد دعر وهو آتم خائف إلينا وقبل أن يبدأ بالكلام فإذا أبو بصير مفلفه يقمر السيف يقتر دما فقال له فقال أبو بصير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوفى الله دمتك قد مددتني إليهم ثم أن جان الله منهم فقال صلى الله عليه وسلم ويل أمه متعب حرب لو كان له أحد فعلم أبو بصير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرده بغة أخرى إلى أهل مكة فخرج إلى منطقة اسمها العيص وعسكر فيها وهذه المنطقة هي طريق أهل مكة وقوافل أهل مكة إلى الشام فجلس فيها وبدأ يغير على القوافل يأخذ ما يستطيع أن يأخذه ويقتل ما يستطيع أن يقتله فسمع به المسلمون المصبعفلون في مكة فبدأ يخرجون الواحدة والآخر إليه وشكلوا متنوع متبعين رجلا يقطعون طريق القوافل على مكة ويقتلون ما يقتلون ويأخذون ما يستطيعون أن يأخذه طلاقت قريس بهم دعرا وأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له أناشلك بالله والرحم أن تكف عن أبو بصير وجماعته وأن تأخذه إلى المدينة ونلغي هذا الشرط الذي بيننا وبينه فلم يعد فعالا فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب كتاب إله بصير يأمره أن يلتحق به في المدينة فما إن وصل الكتاب إلا وكان أبو بصير في فراشه مريضا مرضا شديدا فأخذ الكتاب أبو جند جل وقرأه وفرح وفبر وقال بثباف يا أبو بصير هذا فرج الله قد أتى إلينا يأبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلتفق به ففرح أبو بصير وأخذ الكتاب وقبله وقبله وقال سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولوا أبو بصير يقرئك السلام يا رسول الله ومات أبو بصير رحم الله متعر القرض أبو بصير فقد عاش محنبا في سبيل ومات متردا في سبيل والله أكبر والعاطبة المتقين أبو بصير متعر القرض في نسرة دين الله ونسرة المسلم أبو بصير نتعر بحب في سبيل الله مات مغذبا في سبيل الله ومات مترفقا في سبيل الله رضي الله رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين في رحب النبوة الصحابة المنسيون وقصة سيرهم ويوم والحمة خلق مردنا إلى المنسيون اللهم استعملنا ولا تستبدلنا في نصطق هذا الدين وابتضع إقواننا المتبع فينا في كل بقاتم من بقاءة الأرض يا أرحم الراحمين وحمد الله وعلى أهلا وصفاله وعلى أهلا وعلى أهلا وعلى أهلا بالعالمين والعالمين